ولمتابعة آخر تطورات في الموصل ينضم إلينا مباشرة من الخازر مفدى الحرة فلا حالا بك إلى نشرتنا دعنا ننتقل من الجانب الإنساني ربما أعود إليه لاحقا ولو تحدثنا عن الجانب الميداني ماذا تفعل القوات العراقية الآن هل هناك تقدم إضافي ما معنى أن الوضع الجوي أثر على هذه العمليات مساء الخير محمد الآن قوات الشرطة الاتحادية في هذه اللحظات تحاصر جامع النور ومنطقة منارة الحدباء مسافة 300 متر فقط تفصل هذه القوات وتحاول تعزيز زخمها واستنفاذ قوة داعش في هذا المكان لأن داعش يمثل له هذا المكان رمزي عالي لذلك استقدم كبار القادة من مجامعه بقتال شرس مستمر حتى هذه اللحظة دون خسار من جانب القوات الأمنية العراقية من جانب الآخر جهاز مكافحة الإرهاب تمكن هذا اليوم من تحرير حي اليرموك بعد حي الأندلس وبالتالي أصبح على مشارف المدينة القديمة تحتاج أيام لبدء بصفحة المدينة القديمة ما بقي من عموم الجانب الأيمن ما يقرب من 40% فقط وهذه الأربعين بالمئة موزعة ما بين أحياء صغيرة وأحياء كبيرة ولذلك البعض يقول ستأخذ وقتاً ولكن بعض القيادات الأمنية أكدوا أن المنطقة التي تلي منطقة الحدباء وهذه المناطق هي منطقة الزنجيلي إذا ما تم تحرير منطقة الزنجيلي هذا يعني أن داعش فقد الكثير من قدرته في المقاومة أيضاً هناك مجاميع من داعش انسحبت نحو حي 17 تموز وهذا الحي أيضاً من الأحياء التي له قدسية لدى مجاميع داعش باعتبار أنه أول الأحياء التي دخل منها داعش وكان يسمى بحسب داعش يسمى بحي الفتح إذن مكانان لهما قدسية في حالة انهيارهما ستنهار كثير من معنويات داعش في الجانب الغربي الآن قوات الحجد الشعبي والقوات الأمنية العراقية تمكنت من الوصول إلى معمل السمنت وبالتالي عملية السيطرة على معمل السمنت هذا يعني أن داعش خسر آخر معاقل عمليات التمويل من هذا المعمل بعد أن خسر معاقل تمويله من مشتقات النفطية نعم طيب بخصوص وضع الطقس نقلت تقرير أنه أثر سلباً على العمليات هل تحسنت أوضاع الطقس الآن؟ هل أن الجو مناسب لاستمرار العمليات؟ حقيقة هو ليس فقط صحيح الاختلاف الطقس هنا كان كميات كبيرة من الأمطار ربما بطأت بعض العمليات لكن البطء بدأ يتصاعد مع القرب جداً من المناطق من الأحياء القديمة هذه الأحياء تحتها كثير من المياه الجوفية وهي أحياء آيلة للسقوط لذلك أي عملية قصف على هذه المناطق يعني انهيار لهذه المناطق حتى أن مديرة الآثار سابقاً منعت عمليات الترميم في هذه المناطق باعتبارها آيلة للسقوط نعم طيب فلاحي بخصوص ما تفضلت بالإشارة إليه في التقرير حول أوضاع النازحين هل هناك من جهد استثنائي طوارئ من أجل حلحلة هذا الموضوع الإنساني؟ يعني حقيقة هناك جهود من منظمات إنسانية من الحكومة العراقية من الأمم المتحدة لكن يبدو أن أعداد النازحين لا تساوي ولم يكن متوقعاً لا لدى الحكومة العراقية ولا لدى المنظمات الإنسانية لذلك كثير من النازحين القادمين من الساحل الأيمن تفاجأوا بعدم وجود كثير من الخيام لذلك بدأوا بنقلهم إلى أماكن أخرى أكثر أمناً كما حصل هذا اليوم في المخيم الذي زرناه وصلتهم المواد الغذائية هذا اليوم ولكن الأعداد كثيرة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار محمد عدد النازحين قارب 180 من مجموع 750 فما معناه أن أغلب أهالي الساحل الأيمن ما زالوا في الجزء الذي يسيطر عليه داعش إذن مباشرة من الخازر مفاد الحرة فلاح الذهبي شكراً جزيلاً لك